السلام عليكم متابعي قناة صحتك في معلومة فضلا اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل مفيد ان شاء الله 10 عادات تدمر الكلة احذروا منها لتحفظ على صحة الكليتين الكليتين في اجسامنا هي من العضوى المهمة لصحتنا حيث انها تقوم بتصفية الدم في اجسامنا وانتاج الهرميناتا وامتصاص المعدن وانتاج البول والقضاء على السموم وتحييد الأحمود ولذلك هو واحد من اهم الاجهزة في الجسم فايجب الحفظ على صحة الكليتين جيدا احذر هذه العادات لتحفظ على صحة الكليتين يمكن ان يحدث بعض التلف او انخفاض في وظيفة الكليتين غالبا دون ان يلحظ احد لسنوات وتظل الكلة تعمل قادرة على القيام بعملهم مع أقل من 20% من قدرتها وغالبا ما يشار بالتالي لأمراض الكلا باسم الأمراض الصامتة هذا هو السبب الذي يجعل من المهم العناية بالكليتين قبل فوية الأوان وفيما يلي قائمة من الأعمال المشتركة التي تودي الى الكثير من الضغط على الكليتين ويمكن ان تسبب اضرار خطيرة مع مرور الوقت وإليكم اهم هذه العادات أولا أدم شرب ما يكفي من المياه وظيفة الكلة الأكثر اهمية هو تصفيت الدم واتخلص من السمو والنفايات عندما لا تشرب الماء بكمية كافية خلال النهار فإن السمو والنفايات تبدأ في التراكم ويمكن ان تسبب اضرار بالغة في الجسم ثانيا اضافة الكثير من الملح في النظام الغذائي جسمك يحتاج الى السوديوم او الملح للعمل بشكل صحيح ولكن معظم الناس يستهلكون الكثير من الملح الذي قد يرفع ضغط الدم ويضع الكثير من الضغط على الكلة ققاعدة جيدة من التجربة يجب ان لا يزيد احتواء الطعام على 5 جرامة من الملح يوميا ثالثا تأخير كثير نداء الطبيعة تجاهل الكثير من الرغبة للذهاب الى دورة المياه لانهما شغلون جدا او تجنب الحمامات العم الاحتفاظ بالبولة على اساس منتظم يزيد من ضغط البولة ويمكن ان يؤدي ويمكن ان يؤدي الى الفشل الكلوي واحصى الكلة وسلسل بولة يجب الاستماع الى جسمك عندما تدعوه الطبيعة رابعا تناول الكثير من المودة السكرية تظهر الدراسات العلمية ان الاشخاص الذين يستهلكون اثنين او اكثر من المشروبات السكرية يوميا هم اكثر عرض لظهور البوريتين في البول وجود البوريتين في البول هو علام مبكر على ان الكليتين لا يقومون بعملهم كما يجب خامسا نقص الفيتامينيات والمعادن تناول الطعام النظيف والطعام في النظام الغذائي المكون من الخضورة والفواكهة التضجة المهمة لصحتك العم ووظائف الكلة الجيدة يمكن ان النقص الكثير من فيتامين بي ستة والماغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى القلى او الفشل الكلوية لان له مهمية في اقل الحد من مخاطر حصى القلى حوالي 80 الى 70% من الامريكيين لا يحصلون على ما يكفي من الماغنيسيوم لذلك قد تكون هناك خطر لصابة امراض القلى اذا كنت تعاني من نقص الماغنيسيوم سادسا استهلاك الكثير من البوريتين الحيوانية الافراطة في استهلاك البوريتين وخصوصا اللحوم الحمراء يزيد العبع على القلى في التمثيل الغذائي لذلك تناول المزيد من البوريتين في النظام الغذائي يزيد الجهد على القلى للعمل بجدية اكبر وهذا يمكن ان يودى الى تلف القلى او خلل مع مرور الوقت سابعا الحرمان من النهومة لقد سمحنا جميعا كم من المهمة الحصول على النوم في الليل جيدا ويرتبط الحرمان من النوم المزمن بكثير من الامراض وامراض الكلى اثناء الليل انسجت الكلى تقوم باصلوح خلية الجسم التالفة حتى تعطي للجسم الوقت للشفاء واصلوح نفسه ثامنا الاعتياد على تناول القهوة مثل ملح فان الكافية يمكن ان يرفع ضغط الدم ويضع ضغطا اضافيا على الكليتين مع مرور الوقت الاستهلاك المفرط للقهوة يمكن ان يسبب الضرر للكلى تاسعا اساءة استخدام مسكنات العلم الكثير من الناس يتناولون المسكنات لألم صغيرة في حين ان هناك العديد من الحلول الطبيعية والعلاجات الآمنة المتاحة والاستخدام المفرط او تعاطي مسكن للألم يمكن ان يؤدي الى تلف شديد في الكبد والكلة عاشرا شرب الكثير من الكحل الكحل في الواقع هو السم القانوني الذي يضع الكثير من الضغط على الكلاة والكبد فان للبقاء على صحة جيدة وتجنب مشاكل الكلافة من المهم اكل الكثير من الاطعم الطازجة واخذ المعلومات الوردة اعلى في الاعتبار وتجنب هذه العادة قدر الامكان فاذا اصبحت الكليتين ليست تحت ضغط مستمر فان جسمك يقوم بوظفته بطريقة جيدة متابعين كرام اذا استفدتم من هذه المعلومات لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة باذن الله تعالى اشتركوا في القناة